اشتركوا في القناة او بعض منكم عارفا خلينا نقول ان هل كلام الناس ده لازم نعمله حساب ولا نطنشه كله ولا ايه في بعض مننا للأسف وانا ممكن اكون واحد منكم على فكرة بيتأثر شوية بكلام الناس بس لازم يبقى في حد لانك لو سبت نفسك لكلام الناس ممكن بعد ما تكون في القمة تلاقي نفسك في القاع والسبب بس كلام الناس فامتى اسمع كلام الناس وامتى عفوا يعني كلام الناس ده افتح الباسكت بتاع القمامة وارمي فيه حرفيا كده كلام الناس اللي هو السلبي المدمر طيب لما يبقى عندي واحد عايز ينصحني ويبقى يديلي يعني نصيحة كده عشان انجح طيب اسمع له افرد النصيحة بتاعته دي تتعارض معك برضو مع شغري مع حياتي واحدة مثلا تيجي تنصحك وتقولك خلي بالك لما هيجي جوزك فاتيش كل حاجته الرجالة دول ما لهمش امان جيوبه كل حاجة طيب دي نصيحة هي من وجهة نظرها ان دي نصيحة كويسة بس هل اسمع كلامها هل اطبق ده في حياتي طيب افرد طبقتي جوزك قاعد يلاحظ ان انت تعملي كده قامت خناقة بينك وبينه رمى عليك اليمين وكات النتيجة سيئة جدا بسبب ان انت اخدت بكلام الناس امتى اسمع كلام الناس وامتى ما اسمعش بكلام الناس حتة دي مهمة جدا عشان افرق ما بين كلام الناس اللي يقدر او اللي لا يقدر استفيد منه لازم افرق ما بين حاجتين ما بين الرأي والمعلومة تاني ما بين الرأي والمعلومة مثال عشان الدنيا تبقى واضحة لو اني مثلا قررت ان انا هعمل مشروع ان انا هستصلح ارض زراعية وازرع فيها امح رحت لحسين قلت له حسين ايه رأيك انا هزرع امح في الارض الفلانية حسين قال لي والله انا رأي ان المشروع ده ناجح انت متفائل يعني اه متفائل رحت لسعاد اه سعاد اخبار الدنيا ايه انا هستصلح الارض زراعية دي وازرعها امح رحت قلت لي بقولك ايه بلى امح بلى بتنجان بلى بتاعة ده المشاريع كلها الايام دي بتخسر ما تعملش اي حاجة الحقيقة ان لا رأي حسين هاخد به ولا رأي سعاد هاخد به ليه لان في الاخر ده رأي وده رأي ده واحد متفائل قوي ودي واحدة متشاهمة وشافة الدنيا سودا في الحالتين ما اسمعش الكلام الناس ام الامت اسمع ليهم هشيل بقى حسين وهشيل سعاد وهحط مكانهم احمد ومثلا منا احمد رحت وقلت له انا هاستصلح الارض الزراعية وهزرع فيها امح احمد قال لي خد بالك الارض الزراعية اللي انت هخترتها دي في المنطقة الفلانية دي التربة بتاعتها لا تتناسب مع الامح بجد قلت اه قال لي بجد طيب خدت المعلومة منه رحت للمونة قلت لها يا مونة انا هاستصلح الارض الزراعية ايه اللي موجودة في المكان الفلاني ايه رأيك قلت والله انت ممكن تستصلح الارض دي بالامح بس تعادلها بزي الصدات او ايا ايا كان عشان تعادل ضرك الحرارة لان المكان اللي فيه ده مايصلحش Barbara'ة الأمح بس ممكن تعادله بحاجة تانية تسديتني معلومة طيب انا هنا اخد بكلام احمد ان انا اعمل مشروع ولا اخد بكلام وهنا ان انا اعمل مشروع بس اعدل فيه اللي اتنين هاخد بكلامهم ليه لان ده دهني معلومة هعمل عليها بحس ودي بديتني معلومتين كمان هعمل عليهم بحس وفي الاخر هعمل فلتر واشوف المعلومات اللي جاتني دي صحيحة صحيحة إن كانت صحيحة هشتغل عليها إيه ما أخد برأي مونة فهعمل الفكرة التانية اللي قالت عليها عشان الدنيا تبقى أفضل يبقى في الأخي لما حد ييجي يقولك أي نصيحة في الدنيا أو أي رأي في الدنيا إن ما كانش معاه معلومة يبقى الرأي ده إرمي إن كان رأي سلبي إرمي إن كان رأي إيجابي أو يدعو إلى التفاؤل فنوعا ما ممكن تاخد به لأنه بيرفع الروح المعنوية ما فيش مشكلة ولكن الأراء أو الأهواء ما ينفعش تاخد به يعني حد يجي قالك على فكرة أنت لازم تطلعي من هذا الرجل لازم كل الناس اللي شايفاكي حولكي يقولك ليه بقى والله ده رجل غلص وعلى طول أنت في مشاكل بتاعه طيب دي أراء معلومة بقى حد يجي قالك أداكي معلومة والله هذا الرجل ما نراه إلا في الخمرات وصلاة القمار وقابولك صور دي معلومة تحت ايدك فهنا فيه معلومة إنما مجرد رأي أسو شكله مش عجبنا أسو ريخم يمكن ريخم بالنسبة لكم إنما على قلب أنا زال عزم فلذلك ما تتأثرش بكلام الناس إلا لو كان كلام الناس ده فيه معلومة هختم الحلقة بقصة جميلة لطيفة جدا 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 هي قصة الضفضعتين الضفضعتين وقعوا في حفرة كبيرة قوي الضفاضع زما يقولهم اتلموا حواليهم وقالوا لهم ينهر أبيض أنت وقعتوا في الحفرة دي محدش فيكم هيطلع سالم وقعوا وتحاولوا استحالة 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 تنجم فيه ضفضعة من الضفضعتين كانت ما بتسمعش صماء ما بتتكلمش واه ولا بتسمع طيب الضفضعة اللي بتسمع وسمعت كلام الناس أما قالولها آه عادي آه عادي ما تحاوليش بدل ما تبزيلي مجهود والتعابي نفسك عالفاضي وانت كده كده ميتة ميتة مهما تحاولي تطلع من الحفرة هتوقع تاني وهتموتي يبقى موتي وانت في حالة هدوء والسكون بدل ما تموتي من التعب والإرهاق والعذاب يمكن تتعوري وانت بتطلعي فسمعت كلام الناس فعلا واحدة أما الضفضعة اللي ما بتسمعش فما سمعتش كلام الناس بس لحظت حاجة غريبة الناس وهم عملوا لها ما تطلع هي شايفاهم عملين يعملوا لها كده بالفعل نجحت اللي قاعدت بقى عشان سمعت كلام الناس قاعدت اللي قاعدها مش فشلها هي تقدر تعمل زي زميلتها الضفضعة اللي نجحت وطلعت برا الحفرة بس قاعدت بسبب كلام الناس اللي أحبطها وضعف كل قدراتها اللي كانت ممكن تستغلها لو ما سمعتش كلام الناس وما تقصرتش بيه لأنهما مدهاش معلومة مفيش حد مات قبل كده في الحفرة دي بس هما شافوا الحفرة كبير قالوا لها هتموتي هتموتي طب انتو ديتنوني معلومة ما ديتنونيش معلومة الغريبة ان المعلومة جات قدامها من الضفضعة اللي بتطلع بس هي صدقت الناس وكذبت المعلومة اللي شايفتها قدامها ان في ضفضعة بتحاول فعلا تطلع وفي الآخر طالعا تانية بقى ثابت نفسها للموت السبب ايه ان انا اتأثرت بكلام الناس فلذلك ما حدش يتأثر بكلام الناس ما حدش يتأثر بكلام الناس السلبي طالما مفيش معلومة يعني على سبيل المثال حد الجي قال لي اخت عزيزة قالت لي والله الانترو اللي حضرك بتعمله هو انترو في نوع من التخويف اللي هو نار بتطلع بتاع طيب هي اديتني معلومة ان النار دي بتبعت فيه نفسنا هنا اديتني معلومة مش مجرد اهواء مش مجرد قالتلي على فكرة مش عاجبني لا اقول مش عاجبني لو هي قالت مش عاجبني بس فخلاص حر انا عاجب ولكن هي اديتني معلومة قالت شكل النار وصوت البتاع بيخده وبتاع وخاصته هو بيطلع في الاول فخلاص ومفيش اي حاجة هتضريني لو عملت يعني الاب هو الواحد من حين اللي التاني بيحاول يعمل حاجة اب فبالتالي فعلا عملنا الانترو الجديد حد تاني بقى ممكن يقول لي على فكرة انت فيديوهاتك طويلة طيب في بعض الناس بتقول المعلومة الطريقة اللي هي بتقول لي لو حضرت بس فيديوهاتك طويلة والمدة طويلة فحاول ان احنا يعني عندنا بقات مش عايزين نخلصها لو سمعنا الفيديو كله وكلام ده بقات تليفوني يعني رصيد وكده طيب فهنا بعض الناس التانية قالت لي لا احنا عايزين شرح طيب انا بين جزئين من الناس ناس بتقول لي انا عايزة الشرح واستفادة ما تختصرش وفي حد التاني بيقول لي لا اختصروا عشان ما عندش وقت حلنا لكم المشكلة ازاي؟ هنا القناة الرشدة هي للفيديوهات الطويلة والرشدة اتنين او رشدة سؤال وجواب هي للفيديوهات القصيرة اللي عايز الفيديوهات القصيرة هياخد اللي عايز من الاتنين ياخدوا أهلاً وسهلاً بالجميع ولكن في الآخر أنت لن ترضي جميع البشر أهم حاجة أن أنت ما تتأثرش بكلام الناس على الإطلاق إن كان هذا الكلام مبني على الأهواء الشخصية أما لو مبني على المعلومة خذ المعلومة وابحث عنها إن كانت صحيحة تشتغل عليها وإن كانت تناسبك تفعلها وإن كانت لا تناسبك برضو ما تفعلهاش أنت في الآخر كن كما أنت تريد لأن هيا دي حياتك أنت مش حياة الناس التامير شكراً جزيلاً وهي أشوفكم على الأخير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته